مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية قدس الله روحه جمعها عبد الرحمن ابن محمد العاصمي الفتاوى الكبرى لابن تيمية هذه الموسوعة تقع في سبعة وثلاثين مجلدا أخذت منها على سبيل المثال ما جاء في الجزء الأول صفحة ميتين واثنين وثلاثين هذا الكلام على سبيل المقدمة الحديث عن زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله فهذا قول مالك وأصحابه إنه إمام الموالك فهذا قول مالك وأصحابه وما نقلوه عن الصحابة يبين أنهم لم يقصدوا القبر الحديث عن قبر النبي إلا للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له وقد كره مالك إطالة القيام لذلك هذه فتاوى نواصب العترة الطاهرة وقد كره مالك إطالة القيام لذلك أن تطيل الوقوف عند قبر النبي وكره أن يفعله أهل المدينة كلما دخلوا المسجد وخرجوا من كره لأهل المدينة أن يسلموا على رسول الله كلما دخلوا المسجد وخرجوا من وإنما يكون السلام لغير أهل المدينة على رسول الله وإنما يفعل ذلك الغرباء ومن قدم من سفر أو خرج له من أهل المدينة فإنه تحية للنبي صلى الله عليه وسلم شياطين 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 والذين عندنا على نفس المنهج شياطين هؤلاء مالك يكره الأخ ومن هو مالك حتى يكره مالك من هو مالك حتى يكره وتكون كراهة مالك مصدرا للتشريع من هو مالك هذا هذا مالك كان يريد أن يصبح مغنيا هكذا ينقلون عنه في التاريخ كان يريد أن يصبح مغنيا ولكنه كان قبيح الوجه وقبيح الصوت فأمه قالت له قالت له يا ولدي المغني لابد أن يكون جميل الصوت حسن الصوت صبيح الوجه لا أنت بصبيح الوجه ولا صوتك بصوت حسن فابحث لك عن شغل آخر فصار إماما هذا حال الكثيرين من الطوسيين في الحوزة الطوسية القذرة يفشلون في كل شيء وبعد ذلك يتوجهون إلى هذه العورة إلى هذا الكنيف إلى الكنيف الطوسي في النجاف فجناب مالك لا يريد من أهل المدينة أن يسلموا على رسول الله كلما دخلوا إلى المسجد وخرجوا منه وإنما إذا قدموا من سفر أو خرجوا إلى سفر ويتركوا السلام على رسول الله للغرباء وإنما يفعل ذلك الغرباء الكلام طويل طويل يستمر من صفحة مئتين واثنين وثلاثين إلى صفحة مئتين وسبعة وثلاثين لا أجد وقتا كي أقرأ لكم هذا الكلام الطويل إنها نماذج من كلمات هؤلاء النواصب لعنة الله عليهم صفحة مئتين وسبعة وثلاثين هكذا يقول هذا النصبي ابن تيمية فمن قصد قبور الأنبياء والصالحين لأجل الصلاة والدعاء عندها فقد قصد نفس المحرم الذي سد الله ورسوله ذريعته الذي يقصد قبور الأنبياء والصالحين لأجل الصلاة والدعاء عند تلك القبور فإنه قد قصد قصدا محرما سفره سيكون باتجاهها سفر معصية فمن قصد قبور الأنبياء والصالحين لأجل الصلاة والدعاء عندها فقد قصد نفس المحرم الذي سد الله ورسوله ذريعته وهذا بخلاف السلام المشروع حسب ما تقدم أن يدخل إلى مسجد النبي وأن يكون قريبا من القبر كي يسلم على رسول الله لا بعنوان قصد القبر ولا بعنوان زيارة القبر وإنما بعنوان السلام على رسول الله فقط لأن الصحابة هكذا كانوا يفعلون أولئك الأعراب ابحثوا في التأريخ عن أمهات كبار الصحابة ماذا كنا يفعلنا في أيامه وابحثوا عن تأريخ الصحابة ماذا كانوا يفعلون في مكة ابحثوا عن تأريخهم الأسود هذا التأريخ الأسود هو الذي ينجز لنا هذا الضلال أبو سولة ما يبطل سولت في التعبير الشعب العراقي السولة يعني العادة المستديمة التي يدمن عليها صاحبها أبو سولة ما يبطل سولت وذول اللي سولتهم من جوه ما يقدرون يبطلون سولتهم اقرأوا تأريخ الصحابة هذا هو الذي خرج إلينا من الصحابة وفي صحيح البخاري وفي صحيح مسلم فإن أكثرهم إلى النار أكثرهم إلى النار عودوا إلى صحيح البخاري وإلى صحيح مسلم في باب صفة الحوض وكيف أنهم سيطردون عن الحوض لماذا؟ لأنهم رجعوا على أدبارهم القهقر فتعسل لهم وهذه آثارهم تدل عليهم هذه آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار مثلما غدروا برسول الله صلى الله عليه وآله في رزية الخميس وغدروا برسول الله صلى الله عليه وآله حينما نقضوا بيعة الغدير فلقد بايعوا رسول الله في غدير خم لكن الصحابة الخائنين غدروا ببيعة الغدير غدروا برسول الله حينما اجتمعوا في سقيفة بني ساعد وأنتجوا دينا بديلا دينا مزيفا الأمر هو هو فعله الطوسيون في سقيفتهم المشؤومة وأنتجوا لنا دينا بديلا مزيفا وها هي الحقائق بين أيديكم نتائج السقيفة بني ساعدة هي هذه هي هذه هذا كلام الصحابة وكلام مالك وهذا كلام ابن تيمية وكلام ابن قيم الجوزية والبقية الباقية هو هو يردده الطوسيون يردده مرجع المستقبل محمد رضا السيستاني يردده مرجع معاصر علي السبزواري إنه ابن عبد الأعلى السبزواري الذي كان على نفس هذه العقيدة الضال وكان يفتي بنفس هذه القذارة والنجاسة والحكاية هي وهذا هو الجزء الرابع من الكتاب نفسه مجموع فتاوى ابن تيمية صفحة خمسمية وتساطعش ماذا يقول ابن تيمية وقد آل الأمر بكثير من جهالهم من جهال من من جهال الروافض من جهال الشيعة من جهال الأمة وقد آل الأمر بكثير من جهال إلى أنصار يدعون الموت ويستغيثون بهم كما تستغيث النصار بالمسيح وأمه فيطلبون من الأموات تفريج الكربات وتيسير الطلبات والنصر على الأعداء ورفع المصائب والبلاء وأمثال ذلك مما لا يقدر عليه إلا رب الأرض والسماء حتى أن أحدهم دقق النظر معي هنا حتى أن أحدهم إذا أراد الحاج لم يكن أكثر همه الفرض الذي فرضه الله عليه وهو حج بيت الله الحرام وهو شعار الحنيفية ملة إبراهيم إمام أهل دين الله بل يقصد المدينة يقول من أن الذين يذهبون إلى الحاج والحج واجب عليهم يقصدون في سفرهم هذا المدينة في نيتهم هو يرفض هذا ولا يقصد ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في مسجده حيث قال في الحديث الصحيح صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ولا يهتم بما أمر الله به من الصلاة والسلام على رسوله حيث كان ومن طاعة أمره واتباع سنته وتعزيره وتوقيره وتعزيره ونصره وتعزيره وتوقيره وهو أن يكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين بل أن يكون أحب إليه من نفسه بل يقصد من زيارة قبره أو قبر غيره ما لم ما لم يأمر الله به ورسوله ولا فعله أصحابه ولا استحسنه أئمة الدين وربما كان مقصوده بالحاج من زيارة قبره أكثر من مقصوده بالحاج وربما سوى بين القصدين وكل هذا ضلال عن الدين باتفاق المسلمين أي مسلمين هؤلاء الذين اتفقوا على هذا الضلال والمسلمون عندك في الشام من نواصب العترة الطاهرة هم الذين أودعوك في الحبس يا ابن تيمية وربما كان مقصوده بالحاج من زيارة قبره أكثر من مقصوده بالحاج وربما سوى بين القصدين وكل هذا ضلال عن الدين باتفاق المسلمين بل نفس السفر لزيارة قبر من القبور قبر نبي أو غيره منهي عنه عند جمهور العلماء حتى أنهم لا يجوزون قصد الصلاة فيه قصد الصلاة في ذلك السفر عند قبر ذلك النبي بناء على أنه سفر معصية بل بل نفس السفر لزيارة قبر من القبور قبر نبي أو غيره كقبر الحسين صلوات الله عليه مني عنه عند جمهور العلماء حتى أنهم لا يجوزون قصد الصلاة فيه بناء على أنه سفر معصية لقوله الثابت في الصحيحين في الصحيحين في صحيح البخاري وصحيح مسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا وهو أعلم الناس بمثل هذه المسألة وكل حديث يروى في زيارة القبر فهو ضعيف في زيارة قبر رسول الله هناك الكثير من الأحاديث في كتبهم تتحدث عن فضل زيارة قبر رسول الله لكنه هكذا يقول وكل حديث يروى في زيارة القبر فهو ضعيف بل موضوع حكاية تضعيف الأحاديث وأنها موضوعة هي هي التي عند الطوسيين اللعناء في حوزة النجف وكربل في حوزة في حوزة القذارة والتفاهة والسفاهة والنجاسة والحماقة والجهالة واللصوصية الكلام الكلام هو هو إننا نقرأ في كتاب من كتب هؤلاء المراجع الطوسيين لقد قرأت ما قرأت عليكم في ما تقدم من البرامج والحلقات ألا تلاحظون أنه ليس هناك من فارق أبدا بينما كنت أقرأه عليكم من كتب هؤلاء الأراذ لللعناء من المراجع الطوسيين وبين هذا الناصبي لا يوجد فارق المنهج واحد والقذارة واحدة والسقيفة هي هي لكن ابن تيمي ينتمي إلى سقيفة بني ساعدة والطوسيون اللعناء ينتمون إلى سقيفة بني طوسي إلا أن العيون الكدرة القذرة هي هي وكل حديث يروى في زيارة القبر فهو ضعيف بل موضوع بل قد كره مالك وغيره من أئمة المدينة أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى هذه الكلمة لا يريدون أن يقولها أحد بل قد كره مالك وغيره من أئمة المدينة أن يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما المسنون السلام عليه إذا أتى قبره صلى الله عليه وسلم يا ابن تيمية يا أيها اللعين الكذاب أليس المسنون أن الصلاة تكون صلاة كاملة على رسول الله أليس المسنون أن رسول الله نهى عن الصلاة البتراء فأين سنة رسول الله أليس هذا قد ورد في أحاديثكم الصحيحة وإنما المسنون السلام عليه إذا أتى قبره صلى الله عليه وسلم وكما كان الصحابة والتابعون يفعلون إذا أتوا قبره كما هو مذكور في غير هذا الموضع ألا تلاحظون أن الخراء عند المضرط الأردبيلي وعند الذين ساروا على نهجه من المعاصرين الأحياء أو من الأموات يرددون كالببغاوات ما ردده ابن تيمية نقلا عن التابعين وعن الصحابة وعن مالك وأمثال مالك نذهب إلى فاصل وفي الجزء السادس والعشرين من المصدر نفسه من فتاوى ابن تيمية صفحة مية واثنين وخمسين وما بعدها فيجب فيجب على المسلم أن يعلم أن الحج من جنس الصلاة ونحوها من العبادات التي يعبد الله بها وحده لا شريك له وأن الصلاة على الجنائز وزيارة قبور الأموات من جنس الدعاء لهم والدعاء للخلق من جنس المعروف والإحسان الذي هو من جنس الزكاة والعبادات التي أمر الله بها توحيد وسنة وغيرها فيها وغير التوحيد والسنة وغيرها فيها في العبادات شرك وبدعة كعبادات النصارى ومن أشبههم مثل قصد البقعة المراد من البقعة القبر مثل قصد البقعة لغير العبادات التي أمر الله بها فإنه ليس من الدين ولهذا كان أئمة العلماء يعدون من جملة البدعي المتكررة السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين وهذا في أصح القولين غير مشروع حتى صرح بعض من قال ذلك أن من سافر هذا السفار لا يقصر فيه الصلاة لأنه سفر معصية وكذلك من يقصد بقعة لأجل الطلب من مخلوق هي منسوبة إليه تلك البقعة كالقبر والمقام أو لأجل الاستعاذة به ونحو ذلك فهذا شرك وبدعة كما تفعله النصارى ومن أشبههم من مبتدعة هذه الأمة تلاحظون الإصرار والإصرار على أن السفر سفر معصية هذا في الجزء السادس والعشرين وهذا الجزء السابع والعشرون أيضا من مجموع فتاوى ابن تيمية صفحة 139 وما بعدها وقد تنازع المتأخرون في من سافر لزيارة قبر نبي أو نحو ذلك من المشاهد والمحققون منهم قالوا إن هذا سفر معصية ولا تقصر الصلاة فيه كما لا يقصر في سفر المعصية كما ذكر ذلك ابن عقيل وغيره ابن عقيل هذا هو أبو الوفاء علي ابن عقيل الحنبلي الحنبلي البغدادي من أشد نواصب الحنابلة عداء للعترة الطاهرة متوفى سنة 513 للهجرة هذا هو علي ابن عقيل الحنبلي البغدادي من أئمة الحنابلة ومن أشدهم نصبا وعداء للعترة الطاهرة فابن تيمية هو من أئمة الحنابلة أيضا وابن قيم الجوزية كذلك هؤلاء كلهم حنابلة كما ذكر ذلك ابن عقيل وغيره وكذلك ذكر أبو عبد الله ابن بطة وابن بطة هذا من النواصب اللعناء من أئمة الحنابلة كان في بغداد هو في الأصل من مناطق تكريت من المنطقة التي جاء منها الشيخ المفيد من منطقة عكبرة هذا أبو عبد الله ابن بطة هو عبيد الله ابن محمد الحنبلة الحنبلي الحنبلي العكبري متوفى سنة ثلاثمية وسبعة وثمانين للهجرة ويذكرون له من الكرامات الحنابلة حينما يتحدثون عن ابن بطة هذا يذكرون له من الكرامات ما يذكرون مثلما يسطر الطوسيون للمقدس الأردبيلي وأمثاله من الأكاذيب والترهات الحكاية هي الحكاية والبرنامج الشيطاني موحد فيما بين السقيفتين اللعينتين كما ذكر ذلك ابن عقيل وغيره وكذلك ذكر أبو عبد الله ابن بطة أن هذا من البدع المحدثة في الإسلام بل نفس قصد هذه البقاع للصلاة فيها والدعاء ليس له أصل في شريعة المسلمين ولم ينقل عن السابقين الأولين رضي الله عنهم وأرضاهم إنهم كانوا يتحرون هذه البقاع للدعاء والصلاة بل لا يقصدون إلا مساجد الله بل المساجد المبنية على غير الوجه الشرعي لا يقصدونها أيضا خلاصة الكلام خلاصة الكلام قصد زيارة قبر رسول الله ليس جائزا ليس جائزا والسفر بهذه النية سفر معصية والحاج إذا ما توجه إلى الحاج وفي الوقت نفسه يقصد زيارة قبر رسول الله سفره سفر معصية إنها حكاية فتاوى الطوسيين فيما يرتبط بزيارة قبر سيد الشهداء أبوهم واحد إبليس الأبالسة منهجهم واحد منهج شيطاني قذر نجس بامتياز يحدثنا أبو سمير الوائلي المكتبة الشعية المتنقلة كما يصفه الطوسيون هكذا يصفه محمد باقر الصادر الخوئي السستاني إنه المكتبة الشعية المتنقلة جامعة شعية متنقلة إنه أبو سمير الوائلي يحدثنا عن حبيبه ابن قيم الجوزية الشام مر وبيه علماء ومر بيه ابن قيم الجوزية جيب لنظير لابن قيم الجوزية ابن قيم الجوزية تلميذ ابن تيمية مسمور بيشوف هذا الرجل اسقد عنده مؤلفات وسكثر بيها عطاء هاي المؤلفات جيب لشخص اليوم من أكبر جامعيين خليه تسع وقت ليعطي عطاء ابن قيم الجوزية يعتدون عباك والعبقري ما تقدر تقول له تعال سير مثل جمانك يقول لك إذا صرت مثل جماني أنا مو عبقري يا أبا سمير طيح الله حظك وحظ هذا العطاء اللي تتحدث عنه أي عطاء أي عطاء إنه العداء والنصب لعلي وأهل علي أي عطاء هذا الذي تتحدث عنه يا أبا سمير بس هو طيح هذا الشي يطلع من عنده الشي يطلع من عنده غير طهد الحظ هذا هو الواقع الطوسي الحقيقي بين أيديكم أجواءنا عند الحسين فإن اللعناء الطوسيين يصدرون الفتاوى من أن زيارة الحوزويين إلى كربلاء سفرها يكون سفر معصية مر الكلام في هذا هناك عقدة عند هؤلاء عندهم عقدة من العترة الطاهرة مثل ما عند نواصب السقيفة بني ساعد لكن كل مجموعة تعبر عن عقدتها بما يناسب منهجها السقيفة بني ساعد لها أسلوبها السقيفة بني طوسي لها أسلوبها بحسب أتباع كل سقيفة الطوسيون الطوسيون لا يستطيعون أن يتصرفوا كما يريدون لأن الدخيين من أتباعهم يعتقدون أنهم شيعة للعترة الطاهرة فلابد من الضحك على ذقونهم بطريقة وأخرى محمد حسين الشامي هو شيعي وكان محافظا لكربلا أيام البعثيين يحدثنا عن موقف البعثيين من الشعائر الحسينية وعن موقف الخوعي ومحمد باخر الصدر ما وقت جاءكم توجيه بأنه تقنعون الناس يعني يتركون مظاهر لطم جاءكم توجيه بالاتجاه رسمي هذه وقتها كان أكو دراسة وعدت في فرع الفرات الأوسط لإنهاء المظاهر السلبية مع المحارة إضافة لإنهاء الدرباش مع الكزنة زانية أي إنهاء هذه المظاهر بالإقناع وليس بالإكراه هي توجيه نعم فالدراسة رفعت إلى القيادة وأقروها وأقروها عمموها على كل محافظات العراق للالتزام بها وكان في حينها ذكر يعني لغة القوة ما كانت موجودة أبدا أبدا وكان في حينها أنه يعني ضمن الدراسة اللي ما مقتنع يعني بإنهاء هذه المظاهر بإمكان أن يروح إلى كربلة والنجف مسموح هناك يعني هناك ساحة مسموحة بس كربلة والنجف فقط في حينها يعني أنا أتذكر بالمثلاء يعني صار أنه فالمهرجان خطابة كل شواسة السماعات كلها انتشرت بالمدينة شيخ أحمد السماوي اللي كان ممثل الخوئي الله يرحمه ألقى كلمة ممثل الحزب ألقى كلمة المحافظ ألقى كلمة شعراء ألقى كلمات يبرزون أنه موقف الإمام الحسين في تلك الفترة ونجحت وماك وبعدين حتى ذول الناس الممارسين وقلت الممارسات انتحجمت انتهت يعني صار اللقاءات وياهم وصار بالإقناع لهم أنه هذه المظاهر تخلف يعني ما العلاقة والحسين استشهد من أجل قيم من أجل مثل ما استشهد الناس يقولهم تعالوا اتطبروا ورايا يعني هذه وصارت قناعات فهذه قلت لك عممت على كل المحافظات ورا سنتين يعني يعني من 75 صدر أمر نقلي محافظ إلى كربنة كانت كربنة ونجف محافظة واحدة أكو سبب لو ضمن السياق أنه بقيت لا سياق لأنه يعني أنا خلل نقول أنه كنت ناجح في المثنين رادوك تنهض محافظة تنهض أنه كربنة لها وضع خاص وكذا ويهتمون بيها نجف طبعا ذاك الوقت ما كانت طار أحزاب دينية ولا نشاط بس عد الشوعين ما 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 أكو أبدا ما يعني يعني هناك عناصر قومية يعني حركة قومية هذا اللي مشوه وللأ أحزاب دينية ما مشوه ذاكو موجودين أشخاص محيئين من جهة الكربلا كربلا والنجف كانت قلت لك محافظة واحدة مو محافظة الكربلا محافظة ونجف قضاء إيه قضاء تاب إليها محافظة واحدة في حين صدر التعليمات أنه بذيك السنة أنه بعد حتى هاي المظاهر ممنوع منع بات يعني بالقوة مو بالإقناع وإنما منع حتى بكربلا والنجف إيه كربلا والنجف إيه اللي ظلت بسعد فأنا في حين ذكر أنه كنت روح وكانوا يطلبون من أدنى أنه استحصال فتاوي فتاوى من الرجال دي من المراجع المراجع بتحريم هاي المظاهر هم كما رجع بذلك الوقت الخوئي سيد الخوئي الخوئي كذا وحد الخوئي اللي يتذكرهم السيد يوسف الحكيم يوسف الحكيم نعم مدالله الشيرازي محمد باقر الصدر الله يرحم يعني ذول اللي بارزين كانوا معروفين ففي حينها يعني عاولت أنه أنا يعني أن أستحصل هاي الفتاة ورحت أنا افتريت عليهم كلهم الذكر الخوئي يا الله يرحم ما ملتقيت بي يعني جيت علي عافل الديوان ما للي كلهم معممين قاعدين اجي قاعدوا يفد غرفة صغيرة تحت الدرج يعني رجل كبير بالنسبة لي كان مقدب وي أنا بعدني شاب يعني لأكل وكد فأحجت ويا أتذكر قتلى قتلى سيدنا أنه موضوع هاي المظاهر هسنا صدر القرار بعد إنهاءها لأن هذه ما تنسجيم لا مع التطور لا مع الحضارة لا مع مبادئ الإمام الحسين حتى طرقت لك قتلى أنا ذكر أنه كنت صغير طلعت ويا أخوتي ليلة العاشر من المحرم رحت أريد أشوف التطبير فقعتنا بمسجد أذن أذان الفجر قسم منهم قاموا صلوا وراحوا لله قسم منه حتى صلاة ما صلوا يعني قلت له وهذا واجب يعني أنت تقول لي مو كل يمارس التطبير هو متدين رحم الله وغالدي طلبت من عنده أنه إصدار فتوى ما يصدر بتحريم هاي المظاهر لا سيما أنه تاريخيا سيد محسن الأمين العام كان مرجع دين كبير في النجم حرمها هاي المظاهر هو الوحيد اي حرمها وتعرض المشاكل وتعرض المشاكل قام من يطلع يروح من بيته يروح للأمير دين يزور دول الرعا بكشور البيض يضربوه يعني طر يروح لبنان راح لا قاعد بالشام بالشام ايه مندفن هناك المهم فهو الرجل جواب مختصر جوابني قال لي ابني احنا ما راح نوقف ضد إجراءاتكم بس انتوا على كيف كموا يا الناس بس غير يعني هو كلامه ينطوي على شطرين شطر الأول إنه هو ضد هاي بس ما يقدر يفيد اثنيا انه انتوا منعوها بلا قسوة هاي معناها ايه بالضبط انه انتوا على كيف كموا يا الناس كملت مع الخوي نعم خدت الخلاصة احنا بياكم بس على كيف كموا يا الناس بالضبط رحت لسيد محمد باقر الصدر محمد باقر الصدر الله يرحم كانت تربطني بي علاقة كلش وثيقة ومحبة لان انا اتذكر بالاربع وستين او خمسة وستين ماي الفترة اللي جيت مسؤول تنظيم بيها كربنا خاري لكتاب اقتصادنا فلسفتنا وكنت معجب يعني كان حتى الكتاب يعني من قريته اكبر من استيعاب يعني ما كنت استوعب بكل شي بس كنت يعني معجب هل انه عندنا رجل دين يقارن بين النظام الرئيس مالي والنظام الشيوعي ويبرز الاقتصاد الاسلامي كنت معجب بهم ذاك لو ما شايف اتشاء الصدف انه وراء عشر سنين انا اجي محافظ للمحافظة فكنت كل ما انزل للنجف اروح ازوره فاتذكر على الموضوع رحت له هو كان يرحب بيا اهلا بابن عمي نقعد هاي قاعدة القرفص رجل بسيط وفي حينها طبعا هو كان يعتبر الخط الثاني للمرجعية يعني بعد المبارك بعد الشعب كان فحشيت وياه قلت لسيدنا موضوع انه احنا مقبلين على العاشر من المحرة وريد انه نصدر فتوى بتحريم هاي المظاهر لانه هات سنة صدر قرار ممنوع بعد نصا قال لي يعني الله شاهد عليه قال لي بن عمي انا وياكم بهذا الاجراء وياكم اه يعني بمنحة بس انتو علي كيفكم ويا الناس هم نفسك كلمة الخول اي بس لان هذول داخلة بعقولهم صار لهم سنين فمن تردون تلغوها جيبوا فتشي اللي يعوض عنها قلت له مثلي يا سيدنا قال انتو هسا رئيس الدولة من يتوفى ما سووا لها حداد قلت له نعم سوي لها حداد هي بديش الفترة مكانت يمكن الله يرحمها زوجة البكر كانت متوفية يعني فترة قريبة قال قال لي انتو بهذا الحداد شا سوون قلت له اجهزة الاعلام تتوجه في التوجه خاص لها المناسبة قال مثلي شاين قلت له قرآن تواشيح دينية آه قال ايه هاي مناسبة العاشر من محرم قرآن تواشيح دينية وياها قصة مقتل الحسين يعني فالطلب مشروع جدا مشروع هذا الكلام الذي ينقله محمد حسين الشامي دقيق لأن هذا الكلام بغض النظر عن محمد حسين الشامي الذي كان محافظا لكربلاء هذا الكلام ينقل عن الخوئي وعن محمد باقر الصدر كثيرا وكثيرا أقرب الناس إليهما ينقلون هذا الكلام عنهما وعن سائر المراجع الآخرين ما يظهره هؤلاء المراجع من تأييد للشعائر الحسينية لأجل ما تريده الشيعة للضحك على ذقون الشيعة هذه حقائق هذه حقائق وحقائق وحقائق والقريبون من هؤلاء المراجع يعرفون دقة هذه المعلومات الوائلي في الوثيقة رقم 75 من الحلقة 135 من برنامج الكتاب الناطق مجموعة وثائق ضلال وسفاهة وتفاهة وبترية الوائلي يحدثنا عن النعاج عن المواكب الحسينية كان عزم عزم هالسنة هم مصرين أن يشترونهم بعيرة وركبون عليها واحد يسووه علي وينفوه بهايد بارك في لندن نبه لي طلعون العليل لا مودا حتيلك قصة أنا لا حتيلك واقع نبه لي مودا حتيلك لطيفة لا واقع هذا نبه لي سوى جين هذولا إذا تتصور ذولا على رسلهم قد لا لا مو على رسلهم بلا كلام هذا اللي يريد يحول لي الحسين يحول لي الحسين إلى مسخرة مهزلة يريد يحول لي الحسين فردقات منلبسين مادره شنو مرد هالهلو أربع جبا منلبس ولكني عاج التو بقي عفر بقي تاريخ التو توين شدقت لقصون على جراحنا تلعبون على جراحنا احنا وين بياحة الهلام قلت لهم هالك لكي نروا بعضا من وراءكم انتم قلت لهم والله انا لو اضفر بهؤلاء اتفنهم ببلوعة وهم احياء حتى لو كانوا مخطئين لماذا تريد ان تتفنهم في بالوعة وهم احياء الوائلي العظيم يريد ان يتفن اناسا من الشيعة يظهرون يظهرون حزنهم وعزاءهم على الحسين بطريقة لا تروق للوائلي يقول والله انا لو اظفر بيهم اتفنهم بالوعة وهم احياء لماذا ما الذي فعلوه ولكن ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان كما يقول امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه احسين البرجردي من المراجع المعروفين والمشهورين جدا في ايران مرجعيته في ايام الخمسينات من القرن العشرين من القرن الماضي صار مرجعا للشيعة في ايران بعد وفاة مؤسس حوزة قم عبدالكريم الحائري الذي كان مرجعا عاما في ايران احسين البرجردي رجاء اعرضوا لنا صورته هذه الصورة الاولى للسيد حسين البرجردي واعرضوا لنا الصورة الثانية وهذه صورته الثانية في السنوات الاخيرة من مرجعيته في سنة من السنوات وجه دعوة الى كل اصحاب المواكب الحسينية في مدينة قم في اواخر ايام شهر ذي الحجة انها الايام التي يتهيأ فيها اصحاب المواكب والهيئات الحسينية لتهيئة مواكبهم وهيئاتهم وحسينياتهم لأيام محرم التي ستكون قريبة ارسل على اصحاب المواكب والهيئات والحسينيات فجاءوا يتقاطرون مسرورين انه المرجع الاعلى ماذا يريد منهم واذا بهم يصدمون حينما قال لهم بعد ان اجتمعوا في داره قال لهم تقلدون من انتم قالوا نقلدك يا سماحة المرجع الاعلى قال انني احرم عليكم ما تقومون به من نشاط ومن اعمال في الحسينيات وفي المواكب والهيئات صعقوا جميعا ماذا يقول هذا الرجل صعقوا جميعا لكن احدا وضع الحسين جوابا على لسانه فاسكته وافحمه واسقط ما في يديه وصار مخذولا حسيرا بائسا خاسئا كما يخسأ الكلب حينما قال له قال له سيدنا احنا انقلدك طيلة السنة بس هاي الايام العشرة من انقلدك بيها لا يستطيع ان يمنعه هم احرام لا يستطيع ان يجب عليهم ان يقلدوه في هذه الايام قال له لا احنا انقلدك السنة كلها بس دني الايام العشرة من انقلدك نحن نقلد الحسين فجاءته الصفعة على وجهه مثل ما نقول بالتعبير الشعب العراقي ضربوا على بوزه ضرب المرجع العظيم على بوزه الكسيف هذا هو وقع مراجع الشيعة وواقع خطباء الشيعة الذين يعتاشون يعتاشون ويجمعون الاموال من منبر الحسين ومن مجالس الحسين هذا هو الواقع الذي عليه الطوسيون نذهب الى فاصل